ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن البعض يأساً أو استعجالاً وتمنى البعض الآخر من باب العداء لمصر ألا تفرجوا ولأن الدول خطواتها بتحسب بالسنوات وبعشرات السنين ولأن مصر دولة كبيرة فكان من الواجب على القيادة السياسية والحكومة إنها تطلع وتخرج للشعب المصري في حديث واضح وصريح وفي شفافية وفي التوقيت المناسب لتعلن عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر استثمار أجنبي مباشر للرد على كل الأسئلة اللي كان بيتدولها الشعب المصري داخل البيوت الشعب المصري أصبح بيتكلم في الاقتصاد من فترة كما يتحدث في الرياضة ولأنها صفقة كبيرة لم يتم الإعلان عنها إلا في الوقت المناسب رغم كل النداءات ورغم حالة اليأس اللي أصابت كتير من المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية كان فيه اعتراف كامل من الدولة وبالحكومة أن في أزمة اقتصادية بتمر بها مصر نتيجة عوامل كتير جدا لكن جاء الوقت المناسب للإعلان عن هذه الصفقة الكبيرة في تاريخ مصر النهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاقية ما بين مصر وما بين الإمارات لمشروع ما يعرف بمدينة رأس الحكمة لما له من تداعيات كبيرة جدا على الوضع الاقتصادي المصري وأيضا المؤتمر النهاردة جاوب على العديد من الأسئلة اللي بتدور في خلد المشاهدين يا طرى المشروعات التنموية الكبيرة اللي أمد بها مصر على مدار الفترة الطويلة كان ايه هدفها الطريق الساحلي الكبير القطار الكهربائي السريع الرابط ما بين العين السخنة والسلوم ميناء محطة الضبعة النووية كل المشاريع دي كان المواطن المصري بيسأل سؤال بسيط جدا ليه وما هي جدوى هذه المشروعات لكن المواطن إذا كان ينظر لي تحت قدميه فالحكومة تنظر لأبعد من هذا بكثير اشتركوا في القناة